السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم عاملين ايه؟ هلا والله بالجميع عايزين نعمل مراجعة بين الخرصة والاكابي سواء الافريكا والالمانيا هنقرم بدا و هنقرم بدا بس هو بيقول لك ايه اذا حضر الماء بطل التيمم صح؟ فهو حصل دروبي كده جي من استعجل جي فجأة في لحظة مش واخدين بالنا هب ها اي 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 حصل ووصل فاي اللي حصل هتشوفوا دوقتي فيما انه وصلت نركم بقى دول على جنب كده نشيلهم في الدرجة اخرى ليهم وقت اللاحك ونستقبل الضيفة الجديدة او الضيفة الجديدة تفتكروا ايه؟ انا الفرحة مش سيعانة يا جماعة مش عارفة ترجم اصلا من الفرحة بس 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 بسم الله الرحيم بسم الله الرحيم ونفتحها بسم الله في الواقع ما بتمسكها في ايدك عكس ما انت بتشوفها نهائي نهائي يا جماعة بسم الله الرحيم بسم الله الرحيم بسم الله الرحيم والشوكة وف هيردر ايخص السلاح بتعرف منه всلاح طبعا يعني اول شيء بتعرف منه السلاح السود للكربونil السلبر او ما يطلقون عليه الابيض السلبر تمام؟ اللي معانا الكاربونستيل زي ما مكتوب على العلبة ده طبعا المرة التانية خشب الزيتون واحلى ما فيه مش ان هو خشب زيتون وخلاص يعني انه فيه خشب زيتون كتير بتشوفوه هي بتيجي حاسة بالقصة وكل قصة طبعا ما بتتكررش تاني فيه اللي هو السادة اللي شبه الموزة ده اللي هو الاصفر اللي هو ما فوش حاجة انما ده جماعة جي من حظنا ونصبنا ونياتنا الصافية انه اجيب الجمال ده بالتضليع والتصطير ده شوفوه يا جماعة قطعة فنية يا جماعة قطعة فنية مليانة عروق يا جماعة مليانة عروق الله قطعة مميزة قطعة مميزة تحس انها من نعمتها وحلوتها والعروق اللي فيها مش نقشة هي كده القصة هي كده من الشجر خشب بس خشب ايه ما فوش مسامي واعتبر املس حتة واحدة حس ان هو رخام عارف الرخام تمويج بتاعت الرخام هو كده كل ده ما فتحناش يعني مسحورين فيها بس كده نقول بسم الله الرحيم شايف شايف الحلوة اللي معكست ما لسه مزيته شايف الحلوة اللي معكست الالماني قعد تصنيعه وتشغيله تاني مين كان يصدق ولما رجع رجع وحط على الكل حط على اللي بيقول بيعمل قرون غزار كلهم حط عليهم تاني من اول وجديد اللحظة دي اللحظة دي محتاجة الجد الكبير يرجع يلتقي مع حفيدو لازم لازم يتقابله دعونا لما تفرج عليهم في صمت جيل زلم وعد على كذا جيل وجيل للجيل الاخير وتقابله تاني دنيا بينهم بتاع داخل في مئة سنة ولا مئة سنة كمان حسب الاصدار ما شاء الله الالماني ده صاحب العمر الطويل ما شاء الله يا معك نفس مادة الناصر كربون ستيل كربون ستيل كربون ستيل نعمل مكارمة دلوقتي بس احنا يعني حبينا نجمع بالجد ما هفيدو بس استلموا على بعض انا مش هكارن دلوقتي خالص ورغاية هنا نقفل دي الله نخليك هنا ما شاء الله طبعا هنا بقى لوجينا مرايا مرايا جماعة مرايا مرايا زولينجين دي المدينة اللي في جيرماني بالبلد لو احنا في مصر مثلا قولوا ان هي محافظة الكاهرة او الجيزة مش عارف زولينجين هي العاصمة اصلا لا بس هي زي محافظة او زي في الامارات امارة مثلا فهي مشهورة بالسكاكين وهي صناعة السكاكين هناك تمام اه وهي جيرماني نفس برضو مها مكتوب على العلبة مدين زولينجين جيرماني زولينجين ان جيرماني زولينجين هي مدينة داخل جيرماني تمام فهي صناعة المانية مية في المية وتقريبا نفس البلدة دي هي اللي عملت الاوكابي برضو صح لو انا غلطان في حاجة ياريت تصححولي برضو اه وده الشعار بتاع الشركة الف هيردر اللي هي الشوكة وده الحيوان الاوريكس عكس التاني الاوكابي وهنا ده في قرون فيها عليه التاني ما كانتش في قرون في الاوكابي اه يكون شكل وعنا مختلف وبيطلق عليه في البلادنا العربية والمجتمع العربي يقولوا عليه المهل العربي حيوان المهل العربي اه لو انتقلنا بقى للجزء التاني من ناصل الناحية التانية يعني هتلاقوا بالذات ان القطعة دي اه دي وارد العقيلات تتعرفها ازاي من الشعار ده الشعار ده عبارة عن هو لو ركزت هتلاقي جمل من اول الظهر بتاعه الغدت راسه كده ورقابته وهو لافف برقابته وبيبص وراه يعني لافف كده بيبص برقابته تمام اه ودي راسه اللي هي في الفوق دي دي راس الجمل وهذا وده شكل المصمار والمصمار حين دلوقتي عكس الالماني اللي انت على الزمان الناس اللي مش عارفة عن المصمار بيتفك والناص اللي بيتفك يطلع برة تنظفه ايا كان وترجع تاني تربطه وده شكل الظهر متبرشم عكس اله هنا مصمار ده متبرشم ما عتكش ان حد عيفك هنا يعني مع لهمش اي علاقة بالفك المهم السلاح ان انت تقدر تفك وتنظفه وترجع تاني المصمار من جوه باين بس تصميم النصل مش ان هو يخبط في المصمار ويعمل ترم فيه لا اللي هو السلاح بيقفل بيصد على الخشب قبل المصمار بشوية تمام في يوم ما بتقفل السلاح النصل بيصد هنا ويكون في النص تجويف بينه وبين المصمار ده اخر على فكرة ده اخر اصدار نازل الغداتي وفي اخر الاصلحات واخر الاضافات اللي عملوا لانه كان كل فترة بيتوروا على السلاح ده او على السكين ده وفكرة التصميم والتطورات وكل ده كان تحت اشراف تقريبا على حد علمي برضو الاستاذ الكبير سلطان الدشاش وده شرف لنا كلنا كعرب ان هو السكين ده والسكين التاني اللي هو مشهور بيقه مطحونة نفس طريقة التصميم نفس طريقة تشغيل الفتح والقفل بس كان تصميمها مختلف شوية وهو صاحب التصميم برضو اه العم والاستاذ الكبير اه سلطان الدشاش بتاع قناة عصر الترحال تمام فمن واجب الزكر للناس كن صاحب الفكرة وصاحب التصميم مقحيه على ما هو فعله فشيء يعني فرحنا كلنا وشرفنا كمان كلنا وقطعه بصراحه ما يتباعش منها ومحتاج لها فيديوهات كتير نقط نشرحها ونقارنها باخوتها في الاجيال اللي ما قبلها كلها وهي تحفى 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 بكل المقاييس ماشاء الله طبعا الظهر غير ان هو شكله حلو وجميل وكده اه اه اهتموا بالنظام اللي هو اللي عشان العصورة تتاتم و الزهر ان ضعيف اه الظهر ده انا شايفه في ايدي ان هو بقى اسمك عن الاول عن الاوكابي والحاجات دي شوفوا حتة سمكة العصورة اللي هي طالعة من الظهر والظهر نفسه يعني كله على بعضه سميك عكس قبل كده فمهتمين جدا والخشب مقبض ممتاز جدا 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 خشب الزيتون بالاخص انا مسكت الجوز قبل كده والزيتون الزيتون بصراحة تحفى شيء املس جدا وناعم وما فوش لخلايا مفتحة ولا في اي حاجة خشب خشب كده حتة هي قطعة كده ما فيهاش اي حاجة ما فيهاش الفتحات ولا المسامات وبتاعه يفكرك اللي احنا بنقول علي العظم او العاجل بتاع الالمان يفكرك بكده فبص املس جدا فيش اي حاجة انا معلش بطول الفيديو معاكم بس يعني بصراحة انا ما بجملش ما بجملش الكطعة من ساعة ما انا مسكتها في ايدي وانا منباهر بها في كمة الانبهار يعني حاجة زي تقيمة كبيرة جدا طبعا اه دلوقتي نجربها بقى على الورق وقص الورق كده عالسريع لاننا لو قعدنا نتكلم ونمدح فيها مش هنخلص انا عارف انا عارف قص الورق انا كنت بقص كده عليها وقص عليها مزاج بصراحة يا وص الحد فيها طبعا حد المصنع ما متحركتش علي جلخ وتفتكروا ايه اللي هيحصل نقول بسم الله طبعا انا بماش هبص بقى على الكاميرا نهائي عشان انا عارف لو صراحت سنة هزعل بسم الله من غير اي تعال عبتو افش شايفين والله ومش وقد راحتي في القاعدة يعني انا عحاولها تعملها الرياحية اكتر ومش عايف بقى تزبط في الكادر ولا انا هحاول بس يعني بص بسم الله احمر رحيم شوف شوف القص اصلا عاملة ازاي الورق ضعيف الورق ضعيف جدا شوف واخد زجزاج وزوايا فيها مالك انا ليس بس حب اطبق منها كلها كده ما شاء الله مزاج تقطيع الورق عليها مزاج دول يعني في القنوات ما شاء الله بيقولك صلخوا بيها تقريبا خرفين انا شفت مقاطع صلخوا بيها خرفين ودبحوا قطعوا وخلصوا وشطابوا بيها خرفانة جماعة دبيحة دبيحة كاملة تشطبت بدي من غير لعادة تنسيق الحد ولا على المستحد ولا حد واتنين واي حد دي ما بيتجليش ما شاء الله يعني فعرفين انا لوح اصلا بنفسي ليه ومش واخد اريحيتي ليه لان فاتح الترايبود والترايبود ثم هم مفتوح مادد من تحت رجول وفاتحة فانا واخد جنبي كده وموارب بجسمي عشان اعمل في استخدامها فمش واخد اريحيتي اصلا يعني كل الاوقات اللي انا بصور فيها عكس بقية الوقت كله لما بصورش فيه باخد راحتي افرد ايدي كده اعمل كده انا اصلا كده في خدل من العوجة بس كله لعيونكم يعني انما السكين مثل يعني لو انا واخد راحتي هتشوفوا اكتر من كده كده يعني ما فيش مرة هتجلي كده معايا لما بتجلي كده اصلا معايا مش عايب فيها عايب بيكون من انا من الضابط ايدي هبص مدام الشفرة مقابلة على الورق خلاص فبصوا اكتر من متعة خمسين اصلا لعنيكم يعني وشيء ممتعة وعمبصوا بقى الترس بتاعها هنا عامل ازاي عكس الوقابي نهائي يعني شوفوا ده هنا وده هنا بس ده كده هتنخش بقى في مقرنة ومش هنخلص سأب بوريكم يعني ايه بما اننا بنتكلم عليها معلش يا جماعة الوقت طول يعني اقل حاجة اقدر اقدمها على الوريكس فسكين يستهل اكتر من كده وانا حاس مهما عملت ان انا هكون مؤثر معاه وما تمتش معاه مقدر ما ياجم انا دخلت في لغة عربية فصحة بس يعني ما شاء الله يعني سكين ذات قيمة ضخمة ومش هاعد اقول عليه لان انا يعني مش محتاج هو اصلا كل عارفه مشهور عالميا مشهور في العرب وبر العرب اللي جمهوره من العرب ومن الاجانب فمش احنا بس اللي بنحبه ويستاهل والله يستاهل انه يتحب من اي حد عبايب قلبي اتمنى اكون افدتكم ونشوفكم دايما على خير بازن الله وما تنسوش الدعم والاشتراك في قناة نايف او حاليا غيرنا الاسم مش غيرنا الاسم دفنا اسم الجديد جنبه بالعربي فخلينا الاسم الجديد اه او كابي بالعربي فمن الشمال مايف او كابي ومن اليمين او كابي بالعربي مش ترجمتها طبعا سوى الاسم كده عجبني المطلق كده خليته او كابي بالعربي تمام وبس اتمنى يا رب اللي يكون الفيديو عجبكم والفيديوهات العامة مشكل عام تكون بتاعجبكم اه وبس اتوقع بس نشوفكم على خير ان شاء الله فيديو جديد وفي امان الله ورعايته ومع السلامة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته